قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة القائد الأعلى حافظه الله بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال مع المشير كنشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة وزير شؤون الدفاع وسعادة رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط وقد التقى جلالته رعاه الله بالضباط حيث أعرب عن بالغ تقديره واعتزازه بالمواقف الوطنية المشرفة لرجال قوة دفاع البحرين البواسل لتأهبهم واستعدادهم لمساندة إخوانهم من رجال الشرطة للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تتعرض لدوريات الأمن الذين يقومون بواجبهم وقال جلالته إننا على ثقة بأن رجال قوة الدفاع بعون الله وبإمكانياتهم وكفاءتهم العالية قادرين على إنجاز الواجب على الوجه الأمثل وأشهد جلالته أيده الله بجميع رجال قوة الدفاع في مختلف مواقع عملهم داخل البلاد وخارجها مقدرا ما يقومون به من واجبات سامية نبيلة من أجل الخير والسلام والأمن للجميع مؤكدا أنهم موضعوا لأعتزاز والفخر دائما كما أعرب جلالته حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجميع منتسبي وزارة الداخلية وأسرة الشهيد الشرطي محمد تنوير الذي استشهد في عملية إرهابية آثمة أثناء قيامه بواجبه السام النبيل ويلهم أهله الصبر والسلوان داعينا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وجميع شهداء الوطن البواسل الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الزكية الطاهرة من أجل وطنهم وأمتهم ويمنى على بقية رجال الأمن المصابين في الحادث الإرهابي بالشفاء العاجل وأشاد جلالته بالاستنكار العربي والدولي والمحلي لهذه الجريمة الإرهابية مثمنا جلالته التلاحم الأخوي الوثيق بين أبناء البحرين كافة الذين عبروا عن إدانتهم لهذه الأعمال بمشاعرهم الصادقة وحرصهم على وحدتهم الوطنية الوثيقة كما أشاد جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله بالتعاون والتنسيق المشترك بين قوة الدفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني لأداء رسالتهم السامية النبيلة بكل شجاعة وعزيمة صادقة وانضباط وتأهبهم الدائم للدفاع عن الوطن العزيز ومواطنيه الأعزاء والمقيمين على أرضه الطيبة وحماية مسيرته الحضارية المباركة ووحدته الوطنية وأضاف جلالته أن البحرين ستبقى بعون الله وأبنائها المخلصين آمنة عزيزة وتظل رايتها خفاقة شامخة متمنيا جلالته رعاه الله للجميع دوام التوفيق والسداد